مرحباً، 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 وفي الإنجليز نقول هاي، كيف حاولكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، أنا ياسمين، مرحباً في الفيديو هناك الكثيرة سألتني ياسمين، كيف تتعلمين لهجات عربية مختلفة؟ تعرفين مسلسلات والأفلام؟ مترجمين بالإنجليزي لقد قمت بكم اليوم سأعطيكم أسامي اليوتيوبر والمسلسلات والأفلام التي يجب أن ترونها إذا تشتوا يعني تتعلموا لهجة عربية معينة في يلا نبتدي واللتس كات عربي إذا تشتوا يعني تتعلموا جداوي أنصحكم منكم تتابعوا جنا فلوكز هي تتكلم جداوي في بلوغاتهم يعني تصور بلوغات، كما تسافل السعودية، فتصور بلوغات في السعودية وكما تتكلم عن مواضيع مختلفة كثير حبيت إنها كما تترجم فيديوهاتها بالإنجليزي إذا تحبون الأكل، لازم تشوفون قناة Lift & Cheat فهم يفعلوا فيديوهات، يعني كذا مكبانك، تحديات ويعكلوا الأكل إذا تشتوا يعني تتعلموا كلمات يعني على الأكل، لازم تشوفون فيديوهاتهم هم كما يترجموا فيديوهاتهم بالإنجليزي فجداً أنصحكم تتابعوهم على نتفليكس، أنصحكم تشوفوا مسلسل تاكي فأنا من زمان شفت تاكي باليوتيوب يعني قبل سبعة ولي ثمانية سنين، خلاص كبرت يعني شفت الجزء الأول والثاني، وللحين جالسة أنطور الجزء الثالث هاشتاك متاتاكي، إذا كنت تعلموا، يعني المسلسل عن الشباب السعودية تحديداً جداً المسلسل عن سوش ميديا، كيف الحياة حق الشباب في جداً القسم مرة حلوة، فأنصحكم تشوفونها في الناتفليكس اللهجة الكويتية إذا تشتوا يعني تتعلموا اللهجة الكويتية، أنصحكم تشوفون صوار شعب ففي ثلاث سيزن، عنده مقابلات مع مشاهير من دولة مختلفة، يعني من الخليج كمان يعني، إنتوناشنو قاسد، وهو دائما يتكلم في اللهجة الكويتية، وفي نهاية الحلقة يتكلم في وصحة إذا تبعون يعني تسمعوا اللهجة الكويتية، أنصحكم أنكم تشوفون صوار شعب وكمان كل حلقة مترجم بالإنجليزي وكمان على نتفليكس، أنصحكم أنكم تشوفون حفظنا الشوق، أنا شفتها في اليوتيوب لكن صاحبتي اللي موجودة في فرنسا قالت أنه كمان موجود بالناتفليكس في فرنسا شفت أنه قبل شهر والشهرين المسلسل كان موجود على نتفليكس في هولندا بس الحين خلاص راح من نتفليكس المهم المسلسل عن أم اللي ضيعت بنتها في الوقت الغزو المسلسل الكثير حلو وكمان بنفس الوقت راح تتعلموا شوي عن التاريخ الكويتي فأنصحكم تشوفونا اللهجة العراقية، وأنا أنصحكم أنكم تتابعوا لو آي باليوتيوب وهو جوتيوبر عراقي ساكن في الدبي ويصور يعني فلوغات وكمان سكتشات للأسف الفلوغات مو مترجمين بالإنجليزي لكن السكتشات كلهم يعني عندهم عنوانين بالإنجليزي سانصحكم تتابعونا اللبنانية سوفيه بلوغر لبنانية اسمها ناتلي سالوم إذا ما أقلت اسمها غلط هي تصور بلوغات ويساكنة في الدبي الحين هي تتكلم باللهجة اللبنانية تصور لايس تاريخ فيديو وفلوغات وأكثر فيديوهاتها مترجمين بالإنجليزي سا إذا تشتري يعني تتعلموا اللهجة اللبنانية أصحكم تشوفونا أنا ما شفت مسلسل الهيباب بالنتفليكس سمعت ان كثير ناس حتى الناس اللي مو من أصلهم يعني عربي يحبون هذا المسلسل سوفيه بعض الممثلين يتكلموا باللهجة السورية وفيه بعض الممثلين يتكلموا باللهجة اللبنانية سوف تدروا يعني تسمعون الفرق بين اللهجتين سو اللهجة المصرية أنا ما حصلت يعني يوتيوبرز من مصر اللي يترجموا فيديوهاتهم بالإنجليزي بس على النتفليكس في كثير أفلام وكثير مسلسلات باللهجة المصرية مثلا فلم فلم سيكريت دي ناو من جبان إلى إيجيب دي ماني مور فإذا تشتري يعني تسمعوا اللهجة المصرية أصحكم تشوفونا هذول الأفلام اللهجة البحرينية أصحكم تتابعوه عمر فاروق باليوتيوب عند السلسلة باليوتيوب اسمها عمر يتجرب مثلا كل أبسود يتجرب شيء ثاني مثلا كيف الحياة في السجن أشياء زي كده أصحكم تشوفون هذه السلسلة باللهجة البحرينية وكمان يعني الفيديوهات مر رهيب المونتاج الكنتنت يعني واو ما شاء الله اللهجة الأردنية إذا تشتري يعني تتعلموا اللهجة الأردنية أصحكم تشوفون فيديوهات جوحطة فيديوهاتها مره واو مره حلوة فيصور يعني travel vlogs أصحكم تشوفون يعني فيديوهاتها لأنها كثير حلوين ما شاء الله المهم وصلنا نهاية الفيديو أتمنى يعجبكم أتمنى أنكم تستفدون من الفيديو بحط كل شيء تحت للصندوق الواس وكمان الأساميلي ما قلتها يعني في الفيديو وإن شاء الله هذا الفيديو رح يساعدكم عشان تتعلموا اللهجة ثانية اكتبوا تحت بالكومنت أي لهجة عربية تشتوا تتعلموا ولا تنسوا اشتراك لايك وشاهد إن شاء الله شوفكم على خير